اهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام في هذا الملف لفانوراما لهذا اليوم نتحدث عن اليوم العالمي للتضامن مع الصحف الفلسطيني والذي صدف يوم أمس في 26 سبتمبر بالتأكيد عندما نتحدث عن التضامن مع الصحف الفلسطيني نتحدث عن موضوع كبير جدا هذا الصحف الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات يومية وعلى الرغم من كل التقارير التي تتحدث في كل عام عن حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحف الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية إلا أننا نشهد انتهاكات إضافية نشهد اعتداءات يومية ولا رادع لقوات الاحتلال الإسرائيلية دعوني أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ فتح صباح رئيس المعهد الفلسطيني لإعلام والتنمية أهلا وسهلا بك كل عام ونتم طيبين وانت طيب نحكي اليوم أو نتحدث اليوم عن هذه المناسبة بداية ما الذي خرج بفكرة أن يكون هناك يوم عالمي للتضامن مع الصحف الفلسطيني أولا اسمحي لي أن أحيي الزملاء الصحفيين ونهنأهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونهنأ الشعب الفلسطيني ونترحم على الشهداء ونتمنى الإفراج الفوري والسريع عن الأسرة خصوصا المضربين عن الطعام وفي مقدمهم الزميل الصحفي نضال أبو عكر الذي يقود الإضراب منذ فترة طويلة في السادس والعشرين من عام ستة وتسعين وبعد عامين فقط على قيام السلطة الفلسطينية كان عنذك رئيس الحكومة الإسرائيلية بي بني مينتنياهو الذي تجرأ على المسجد الأقصى وقرر فتح النفق الموجود أسفل المسجد وهو مباتل يعرف به هبت النفق عندما انتفض الشعب الفلسطيني ضد هذه الخطوة وكانت هناك انتفاضة لنقول قصيرة نسبيا أو هبة للدفاع عن المسجد الأقصى في ذاك اليوم أصيب عدد من الزملاء الصحفيين هنا في قطاع غزة بجروح بعضهم جراحه كبيرة من بينهم مصورون ومراسلون وغيره وبالتالي قررت الأمم المتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة اعتبار هذا اليوم هو يوم للتضامن مع الصحفي الفلسطيني ومنذ ذلك اليوم يحتفل الصحفي الفلسطيني والعالم بهذا اليوم التضامني من قبل كل الصحفيين في العالم مع الشعب الفلسطيني وخصوصا مع الصحفيين نعم إذن يرتبط هذا اليوم بالمسجد الأقصى والأحداث التي بدأت منذ ذلك الحين والآن ما زلنا نشهد انتهاكات مستمرة واعتداءات يعني اليوم قبل قليل كان هناك اعتداء على أحد الصحفيين يوم أمس تم الاعتداء على طاقم وكالة الـ AP قبل ذلك أطقم أو تواقم لوكالات عديدة ومن الواضح بأن إسرائيل تستهدف الصحفيين لا تريد أن ينقل الصحفي ما يحدث في المسجد الأقصى ومع ذلك لا توجد حماية للصحفي الفلسطيني نعم وكأن التاريخ يعيد نفسه في عام ستتسعين كان نتنياه هو رئيس الحكومة والآن هو رئيس الحكومة نعم في عام ستتسعين كانت الهجم على الأقصى وفتح النفق والآن الهجم على الأقصى وتقسيمه مكانيا وزمنيا والصحفيون الفلسطينيون كانوا وما زالوا يدافعون مثل كل شعب الفلسطيني على الأقصى تنقلون كل الأحداث وكل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأقصى وبالتأكيد في غيره من المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة الحرب المتالعة على القطاع الحماية غير متوفرة هناك حماية في القوانين الدولية للصحفيين بشكل عام ولا الصحفي الفلسطيني من ضمنهم الصحفي الفلسطيني هو شخص مدني ينطبق عليه اتفاقي جينيف إسرائيل اتفاقي جينيف الرابع إسرائيل ترفض الاعتراف بأن اتفاقي جينيف الرابع تنطبق على الأراضي الفلسطينية وبالتالي ترفض تطبيقها هي تحاول تطبيق بعض البنود من بين بنودها ولكن لا تطبقها كاملة ومن بينها الحماية الواجب توفيرها للصحفي الفلسطينيين كلنا شهدنا على مدار الأيام الماضية والسنوات الماضية كم هي الاعتداءات الخطيرة على الصحفي الفلسطينيين بالضرب بالاعتقال بالاطلاق الغاز بالمنع من العمل بالمنع من السفر وعلى رأسها أيضا القتل كم من الصحفين قتل في غزة وكم من الصحفين قتل في الضفة الاربية وبالتالي أعتقد أنه مطلوب من العالم الأمم المتحدة التي أقرت هذا اليوم لتضمنها الصحفي الفلسطيني مطلوب منها أن تحتج وأن تلعب دورا مع إسرائيل والضغط عليها لحماية الصحفي الفلسطيني نعم يعني أنت وضعت أصبعك على موضوع هم جدا يعني لا يكفي بأن يكون هناك فقط إصدار قرارات وقبل قليل كان معي ضيفي دكتور أحمد مجدلاني الذي كان يقول بأنه يعني مللنا بما معناه من يعني بيانات الاستنكار والتنديد وغير ذلك نحن بحاجة إلى أفعال أليس بالإمكان بأن نصل إلى مرحلة يتم فيها اتخاذ قرارات فعلية لحماية الصحفي الفلسطيني وإلا يعني فما فائدة يوم للتضامن معهم تعرفين أن الأمم المتحدة محكومة بالقرار الأمريكي سواء كان يعني خاصة مجلس الأمن فيما يتعلق بالجمعية العمية لدينا تأييد كاسح للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وهذا ظهر في التصويت مرارا وتكرارا لصالح قرارات لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته ولكن المشكلة أن قرارات الجمعية العمية غير ملزمة للدول بينما قرارات مجلس الأمن ملزمة للدول ومجلس الأمن مهيما عليه من الولايات المتحدة التي تستخدم حق النقد الفيتو باستمرار فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني أنا أتوقع أن الرئيس عرفات الذي سيلقي خطابه خلال الساعات المقبلة محمود عباس رحمة الله شهيد الراحل أتوقع أن يلقي الرئيس عباس خطابه أمام الأمم المتحدة خلال الساعات المقبلة أتوقع منه أن يتضمن مثل هذه المطالبات الحماية للشعب الفلسطيني كله ومن ضمنه الصحف الفلسطيني ولكن إذا كان هناك بالإمكان إصدار قرارات حاسمة في موضوع الصحفي الفلسطينيين على طريق إصدار قرارات حاسمة أخرى لحماية الشعب الفلسطيني إلى حين نيل حريته واستقلاله فهذا سيكون أمر جيد لكن المسألة الأهم في اعتقادي ليست الجمعية العمومية وليس مجلس الاملة أنا لا نستطيع أن نقنع أمريكا بضرورة إصدار هذا القرار لأننا ستستقدم حقا نغضر بيتو محكمة الجنات الدولية هي الملعب الذي يجب أن نصرح ونمرح فيه كما يقال بالعمية هناك فرصة لدى الشعب الفلسطيني والصحفي الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية أو منظمة تحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيين أن تستغل هذه المحكمة أو أن تستثمر التوقيع على ميثاق روما بحيث أصبحنا هضاء أو أصبحت فلسطين عضو فيها لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية على هذه الجرائم اللي يرتكب بحق الصحفيين أو غيرهم هناك الكثير آلاف الشهداء الفلسطينيين الذين يسقطون حتى ما يجري في المسجد الأقصى بالإمكان الاستيطان، الجدار، الطرق الاتفافية هناك قرار من محكمة العدل الدولية قبل 11 عاما تقريبا صدر بخصوص الجدار وأنه غير شرعي وغير قانوني وتنافى مع القواني الدولي وقال أنه يبنى على أرض محتلة وبالتالي أي إجراءات لدولة الاحتلال في الأرض المحتلة وضد سكانها هي جرائم حرب يجب أن نذهب فيها إلى محكمة الجدار الدولية نعم، أنت تحدثت عن أمر هام جدا الحديث عن الذهاب إلى محكمة الجناية الدولية هو أمر ربما نتحدث عن خطة استراتيجية يجب اتخاذها والعمل عليها فلسطينيا لكن نحن نعلم بأن أمور المحاكم تأخذ وقت طويل وفي هذا الوقت قد نكون خسرنا المزيد ألا يجب أن نلجأ لربما خطوات أخرى قد تقربنا أكثر من محاولة ردع ربما الممارسات الإسرائيلية مثلا كسب التأييد العالمي حتى وإن كان تأييد الشارع العالمي لصالحنا كفلسطينيين التركيز على حملات المقاطعة الدولية لمنتجات المستوطنات وأيضا منتجات الإسرائيلية وغير ذلك ومنقاطعة الأكاديمية أيضا هذا كلام جميل وعظيم وأنا أعتقد أنه جار العمل عليه هناك حملة المقاطعة التي تقودها حملة BDS حملة المقاطعة الفلسطينية العالمي هناك أيضا تأييد شعبي واسع وعارم في مختلف دول العالم وربما قلت ذلك أكثر من مرة هل كان أحد يتخيل أن دولة مثل الإكوادور التي ربما يعني معظم الشعب الفلسطين لا يعرف أين تقع هذه الدولة هل يعقل أن تضع إسرائيل على قائمة الدول الإرهابية أو أن تضعها على قائمة الإرهاب الخاصة بها وهل يعقل أن نرى ما نرى من احتجاجات عملية على أرض الواقع من دول في أمريكا اللاتينية ومختلف دول العالم هناك أيضا دول التحدي الأوروب التي تسعى لمنع منتجات المستوطنات وتمييزها هناك المقاطعة الأكاديمية من قبل كبريات الجماعات أو بعض كبريات الجماعات في العالم هناك المقاطعة الاقتصادية من بعض صندوق الإتمان وصندوق التقاعد وشركات وبنوك في مختلف أنحاء العالم أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح ولكن هذه الطريق ربما تكون طويلة نسبيا لأن التأييد الشعبي هناك حكومات تخالفه تماما مثلا في بريطانيا هناك تأييد كبير للقضية الفلسطينية في فرنسا القضية الفلسطينية في فرنسا قضية شعبية من الدرجة الأولى وبامتياز يعني لا ينازعها أي قضية أخرى ولكن لا تستطيع الدولة الفلسية أن تقوم بما يطالب به الشارع وكذلك في بريطانيا وكذلك في كثير من الدول العالم لكن أعتقد أن الخطوة العملية الأهم في طريق المحكمة الجنائية الدولية كانت عندما شكل الرئيس محمود عباس الهيئة الوطنية لمحاكمة مجرم الحرب أو لمتابعة تقديم مجرم الحرب المحكمة الجنائية الدولية التي رأسها الدكتور ساعب عريقات رضو اللجنة التنفيذية هذه بداية الطريقة هذه هي الخطوة الأولى هناك خطوات تجري حالياً من بينها أعداد ملفات مثلاً العائلة التي أحرقت في قرية دومة هناك ملف بخصوص حرب العدوان على قطاع غزة عام 2014 أعتقد أن هناك أيضاً ملف بخصوص الإستيطان يعد وأعتقد أنه شبه جاهز وهناك بالإمكان إعداد ملف في الأقصى هناك إمكانية إعداد ملف بخصوص صحفين الفلسطينيين وكل الفئات التي تعرضت لهذه الجرامي الإسرائيليين لكن أيضاً مطلوب الإرادة السياسية القوية للسير قدرون في هذا الطريق لأنه أخشى أن يكون هناك نوع من المناورة السياسية أو المقايضات السياسية التي قد تجعل السلطة الفلسطينية تتراجع عن المضي قدرون في هذا الطريق تحسواً للعودة إلى مائدة المفاوضات أو في مقابل عودة إلى مائدة المفاوضات أخشى ذلك لكن بغض النظر عن المفاوضات التي طال انتظار أن تعود ثانية والتي استمرت أكثر من 20 عاماً ولم تجلب لنا أي شيء ولم تعطينا أي من حقوقنا أعتقد أن هذه المحكمة الجنية الدولية هي وسيلة ضغط أخرى على إسرائيل كي تعود إلى طاولة المفاوضات وكي تتنازل أو تعطي الشعب الفلسطيني حقوقه الحقوق المشروع نعم يعني بعيداً عن السياسة الرسمية الفلسطينية دعنا نتحدث بسياسة الصحفيين هل تمكن الصحف الفلسطيني من أن يصيغ رسالة يعني مهيئة لتوجيهها للدول الأوروبية دائماً كنا ننتقد أنفسنا بأنه نحن دائماً نخاطب التواجد الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وخارجها لكن نحن بحاجة إلى خطاب عالمي ربما هل وصلنا إلى هذه المرحلة أم أنه نحن ما زلنا في مرحلة الصياغة طبعاً لم نصل وأعتقد أنه لن نصل في القريب الموضوع لماذا؟ لأنه لدينا معظم الصحفيين أكثر من 90% ربما من الزملاء الصحفيين يكتبون باللغة العربية ولا يجدون أي لغات أخرى بستثناء تقريباً بستثناء لغة واحدة وهي اللغة الإنجليزية التي يعمل بها ويجيدها عدد من الزملاء الصحفيين وهم صحفيون أكفاء لديهم القدرة على مخاطبة الغرب والكتابة بالأسلوب والطريقة المقنعة للغرب وشرح القضية الفلسطينية بشكل جيد وأنا أثق في قدراتهم وإمكانياتهم ثقة كبيرة جداً ولكن ينقصنا صحفيون مثلاً متحدثون باللغة الفرنسية لأن هناك عدد كبير من دول العالم تتحدث أيضاً الفرنسية وهناك دولة مثل البرازيل عدد سكانها أكثر من 150 مليون ناس ما تتحدث البرتغالية وهناك دول أخرى أيضاً تتحدث البرتغالية وهناك اللغة الأسبانية المنتشرة في أمريكا اللاتينية في كل أمريكا اللاتينية تقريباً بستثناء البرازيل وبالتالي نحن بحاجة إلى مخاطبة العالم وهذا إذا تم إذن هل المشكلة في اللغة المستخدمة أم في الرسالة ذات نفسها؟ ليست اللغة نعم ولكن إجارة اللغة مقدمة لصياغة أو صوغ الرسالة الفلسطينية المطلوبة لكن إذا كنا لا نعرف لغة العالم لا نستطيع أن نصغ هذه الرسالة وهذا ليس وحده كافياً وأعتقد أنه على نقابة الصحفيين أن تلعب دوراً في إطار الاتحاد الدولي الصحفيين الاتحاد الدولي يضم في عضواتها أكثر من 600 ألف صحفي عبر العالم هذا عدد مهول عدد كبير جداً وهم يتحدثون بمختلف اللغات أعتقد أنه على نقابة أن تلعب دوراً في هذا السياق وأن تسوق رسالة إعلامية لإصالها للاتحاد الدولي كي يتبنى ولتحاد الدولي لديه مواقف ممتازة من القضية الفلسطينية ولكن قبل أن تسوق النقابة هذه الرسالة عليها أن تتوحد أيضاً يجب أن نوحد نقابة الصحفيين يجب أن نوحد الجسم الصحفي كي نستطيع أن نشكل جبهة واحدة وليس جبهتين أو أكثر تتصارعان على الانتخابات والكراسي ومقاعد النقابة هذا ليس حلاً يجب أن تجري نقابة الصحفيين أو تأمين على النقابة حالياً انتخابات جديدة لنقابة الصحفيين وهي مستحقة منذ أكثر من 6 أشهر من مارس الماضي يجب أن تجري هذه الانتخابات وأن يتم انتخاب هيئة إدارية جديدة أو أمانة عامة أو مجلس للنقابة جديد كي يتمكن من صوى هذه الرسالة ونقلها إلى العالم أيضاً السفرات عليها أن تلعب دوراً في هذا المجال ماذا يفعل السفراء الفلسطينيون يعني بصراحة لا نرى أثراً كبيراً لعمل الدبلوماسيين رغم أن هناك جهد دبلوماسي يبذل من قبل سواء الرئيس أو وزير الخارجي أو غير من الهيات ولكن الدبلوماسيون أيضاً يجب عليهم أن يلعب دوراً أن هناك أدوات ربما نعم يجب استغلالها أن تكون هناك رسالة واحدة ينقلها الدبلوماسي والصحفي والجاليات الفلسطينية الموجودة والمراكز والجمعيات والاتحادات الموجودة في مختلفة نحا العالم نعم إذن يعني يجب أن نتضامن مع أنفسنا حتى يتضامن معنا العالم في اليوم العالمي لتضامن مع الصحفي الفلسطيني ما الفعاليات التي تنفذ داخل أراضي الفلسطينية وحتى في الخارج إن كان هناك يعني للأسف هذا العام لم ينفذ أي فعاليات بسبب نظرة لأن هذا اليوم وقع في خضم الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وأيضا بسبب ما يجري في مدينة القدس هناك هجمة شرسة إسرائيلية على مدينة القدس وأعتقد أنه الصحفين الفلسطينيون خصوصا زملائنا في الضفة الغربية والقدس هم منخرقون تماما في هذا الموضوع ربما أكثر منه عفوا في قطاع غزة بسبب هذا البعد الجغرافي والفصل الإسرائيلي التعسف بين غزة والضفة ولكن عيد الأضحى وانشغال الناس بالأضحية والزيارات والتأخير أعتقد أنه كان سببا وراء ذلك نحن مثلا في المعادل الفلسطيني للإتصال والتنمية لدينا تقرير يستعرض للانتهاكات خلال السنوات الخمس الأخيرة الانتهاكات في حق الصحفين سواء من قبل سلطات الاحتلال أو من قبل السلطة الفلسطينية أو من قبل حكومة حماس أو حكم حماس في غزة ولكن لم نستطع بسبب انشغال الناس في عيد الأضحى ووقوع هذه المناسبة في منتصف أيام عيد الأضحى أو في وسط أيام عيد الأضحى والإجازة وبالتالي ستؤجل هذه الفعاليات ربما إلى ما بعد انتهى أو تتل عيد إن شاء الله نعم أشكرا جزيلا الأستاذ فتحي صباح رئيس المعادل الفلسطيني للإعلام والتنمية كنت معي شكرا لكم مشاهدينا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بانورم الساعة سوف نلقاكم في حلقة جديدة يوم غد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر